والنابعات غطا والناشقات نشطا والتابحات سلحا فالتابقات سلقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبطارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كفة الخافرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالتاهرة هل أتاك حديث موتا إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه قضى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعطى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع تمكها فتواها وأخطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والعبال أغساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبذذت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ولا أن نفت عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة بأيان مرفاها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبتوا لم يلبتوا إلا عشية أو ضحانا ترجمة نانسي قنقر